تخطو دمشق على الطريق الصحيح لتدمير السلاح الكيموي ذلك ما يفهم على الأقل من تصريحات زفتها المنظمة الدولية لحضر الأسلحة الكيموية إلى المجتمع الدولي لقد أنهت الحكومة السورية تدمير كامل ترسنتها الكيموية ومنشئة مسجل مواد الكيموية لم يعد لدى سوريا القدرة على تصنيع أسلحة كيموية جديدة كان هناك موقعان لم يدخلهم الخبراء لخطورتهم الشديدة ولكن المواد داخلهما تم نقلها إلى مواقع أخرى وتدميرها من قبل الحكومة السورية وقد تحققنا من الأمر المنظمة أشارت إلى أن مفاتيشيها وضعوا أختاما لا يمكن كسرها على أكثر من ألف طن من المواد والأسلحة الكيموية السورية لكنها أشارت أيضا إلى أن تلك الأسلحة بقيت في المواقع ولم يتم تحريكها من مكانها ويعد استكمال المرحلة الأولى من التدمير علامة هامة في جدول زمني طموح يهدف إلى تدمير كل أسلحة دمشق الكيموية بحلول منتصف العام المقبل وقد زار الخبراء الدوليون 21 من أصل 23 موقعا معلنا من قبل سوريا و29 من أصل 41 منشأة في هذه المواقع فيما تجنب الموقعين الباقيين لأسباب أمنية تتعلق بسلامة فرق التفتيش وترجح بعض المصادر أن أحد الموقعين يقع في حلب شمال سوريا بينما يقع الآخر في محافظة دمشق وكانت سوريا وافقت بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة على تدمير جميع أسلحتها الكيموية بعد أن هددت واشنطن باستخدام القوة ردا على مقتل المئات في هجوم بغاز السارين على غوطة دمشق يوم 21 من أغسطس الماضي شكرا لكم شكرا لكم